أنا كان عندي الدور على مشكلة بس طويلة قوي وإحنا بقالنا 3 دقايق تقريباً فياخد مشكلة صغيرة كده مساء الخير باختصار أنا متجوز خارج مصر كنسي وعندي طفل ولد يعني خارج مصر كنسي وماذا عن المدني؟ مش عارف بيقول لو في أي حاجة داخل مصر من أموالي هل يمكن للإخوة أنهم يغدوا اللي موجود داخل مصر بناءً على أني في البطاقة المصرية أعزب؟ ابني مصبت في الخارج أنه ابني بس ما فيش أي حاجة داخل مصر تثبت كده ولا أني متجوز أساساً في مصر هل يحق للإخوة أخذ ما أملكه في مصر؟ عليه أنه يتجه للأنصلية يثبت دواجه ويثبت إنجابه ومن خلال الأنصلية والوافد بتاع وزارة الداخلية اللي بيروح هناك للأنصلية يعمل تحقيق شخصية لابنه وشهادة بلاد لابنه على أنه مصري واللي حيعمله في مصر هو اللي حيتعمل في الأنصلية هناك فروح يابني يثبت الكلام ده كله في الأنصلية المصرية أو لما ينزل أجازة يجيب أوراق جوازه المعتمدة من الأنصلية بتقوله إنه تجوز في الأمريكا ويجي هنا يعمل الإجراءات دي في السجل المدري دمي دوسرا موسيقى